سنوات وهذه الخيام التي لا ترد حر الصيف ولا برد الشتاء تضاعف المعاناة على المهجرين في مخيم بزيبز في محافظة الأنبار وسط غياب الرعاية الحكومية وكأنهم تركوا للمجهول والله معاناتنا حالنا حال حشال حيوانات ما تقدر تسكنها والله العظيم يعني معاناتنا حل حل موزينة والله والريد الريد ما يريد يعني ما يشرب الريد ما يقسون ووزارة الهجرة ولا تجينا ولا تشكننا وفي ظروف الصيف اللاهب يزيد انقطع مياه الشرب من ضمأ المهجرين وسط انقطع التيار الكهربائي عن المخيم من ناحية الماء كهرباء ماكو مي ماكو وصارنا هاي داعي السنة لا مراجعين ولا نعرف السبب شنو انداء الوزيرنا بكتير يعني رجعونا شبونا حل الهائب يعني هسا جهالنا مرضى لا كو طبيب مهم يمنا ماي يعني ماي هسا هنا وبماكو وامعانا في مضاعفة مأساة مهجري مخيم بزيبز تتجهل وزارة الهجرة والمهجرين أوضاعهم ولا تقدم لهم ما يكفي لسدر مقهم ورعاية أطفالهم والله معناه مؤساة بكل معنى الكلمة يعني اش توصفها من المأساة حر برد كرباء ماكو الحالة المادية تعبانة الهجرة تيجي وما تيجي تيجي بس فترات وتنقطع فترة وشي جيب لك كارتونة كارتونة شي سوي لك حمصات وعدسات وبطنزيت كيف يكون عند عائلة 8 فرات و10 فرات كيف يكون فيها واقع يكشف زيف الدعاءة الحكومة التي تتحدث عن طي ملف النازحين بما يحقق لهم عودة كريمة إلى مناطق غير مؤهلة ولا آمنة